سؤال فضلا امكان السادة المشاهدين ما عرفوش حاجة زي كده لكن عايز اعرف حضرتك الفرق بين تسوية الفول في زمن سريع وفول ياخد وقت تسوية وفي بعض الناس بتحط حاجات في الفول بصراحة انا عند شكوك فيها فلا اظن تقول هالي بصراحة والله انا لا اقدر اقوله حزب الله ونعم الوكيل في كل انسان معضوم الضمير بمعنى ان 80% او 5% من العربيات اللي بنشوفها في الشارع بيحطوا مادة بتعمل فشل كلاوي بيحطوا مادة في الفول بتعمل فشل كلاوي اكتر من 5% من العربيات اللي بنشوفها في الشارع اللي هي مجهولة الهوية اللي بيجيبوا كل حاجة رخيصة بيجيبوا فول ناعدر نقول المادة دي اه اللي هي الكوية ممكن تبقى بطاص كمان بطاص بطاص بيتحطي في الفول قال لكم مركزين مشاهدين الكرام عشان فول يستيقى بسرعة تقريبا مش كده للأسف بيسوي الفول فأكتر من ساعتين ساعتين ونص انا حدق ايدة الفول عندي بتاخد 14 ساعة سوى 14 ساعة سوى عشان يطلع فول يعني يستاهل نستكله تبسمح لي حطي فيها المادة كوية اللي هي البطاص اللي يقريب بيت مش عالف حازم الله نعمل وكيل ساعتين ونص ساعتين ونص يستوي الفول يستوي الفول والمشكلة كمان ان هم بيجيبوا النوعيات فول فول بتاع تيور ماينفعش يعني البشر او الاستخدام الاعدامي ان هما ياكلوه اللي هو الفول فول طيور فول طيور ايه الفرق ما بين ده وده يعني الفول اللي انا باستخدمه عندي في المحل فول بلدي عالي الجودة ها الفول التاني بيبقى فول مستورد جاي من السين او من الانجلترا نعم والناس طيبة الشعب المصري شعب طيب بيلاقي حاجة رخيصة بحولة لي ولا قوة فبيجيبها الشعب المصري اصلا دايما عنده عطاء بتاعرف بين المخلص وعلى نياته الحقيقة والناس هي بتضرب يعني بتاكل الحقيقة ما بتفكرش الحاجة زكية لكن انا المعلومة دي خدتها وقلت لازم اصلا حداك عشان نطم المشاهدين الكرام على كرسة الفول اللي بيتجاب من اي مكان طيب نصيحها لأهل لأسر البيوت يعملوا فول عندهم في البيت ترجمة نانسي قنقر